كل ايه في الشرع شكلة يا جماعة مش قادر يقول كلمتين عياطه محيلة على كل الناس علشان تساعده ده اللي حصل لكروان مشاكل لما طلع وهو منهار بعد أخبار خروج مأمورية للبحث عنه والأبض عليه ايه اللي حصل مع كروان مشاكل خلال الساعات اللي فاتت وخلاه هرب من البيت وليتعمله ضبطه احضار وايه مصيره كل ده اكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده كروان مشاكل مش على بعضه وشكله هيفضل على كده فترة امبارح اتشكلت مأمورية من الامن وطلعت تدور عليه علشان تجيبه يتحقق معاه في قضية المديعة انجي حماده كروان من اول معرف بالمأمورية دي وهو مش على بعضه خالص حاله زي ما انتم شايفين كده بيبكي وبس وكمان هرب من بيته وكل يوم في بيت شكل لا عارف يرجع بيته ولا حتى يروح منطقته يبص على اهله من بعيد خايف لاحسن الامن يمسكه وان مسكوه فهو وعلى كلامه حياخد مش اقل من ثلاث سنين حبس كله بسبب المديعة انجي حماده والفيديو اللي تصرب ليها معاه ورغم هروبه وان الامن بيدور عليه الا انه قرر يطلع لايذ وهو بيبكي وبيتوسل اي حد يساعده ويقف معاه وكمان توسل النائب العان وترجع انه يطلع ويعتذر ويسمحه لانه مش هيقدر على الحبس لكن الناس قالت له ان القضايا دي ما فيهاش اعتدار كروان مشاكل قال انه امله كله دلوقتي في واحدة اسمها ساندرا ودي اللي خلاه اترجع الكل انهم يوصلوا لساندرا دي بيقول انه في ادها الحل هي اللي معها دليل برقته من التهمة الموجهة لي من الاعلامية انجي حماده على حسب كلم كروان فساندرا دي هي اقرب وحدة الفترة اللي فاتت لانجي حماده هي اللي تعرف كل مشاكلها وتعرف علاقتها بكروان مشاكل ساندرا هي جارة انجي حماده في بيتها سكنة فوقيها ده على حسب كلام كروان مشاكل يعني كروان بيقول ان ساندرا يا ما شفته هو بيحاول يبعد نفسه من انجي حماده طلب من انجي كم مرة انها تسيبه قدام ساندرا وساندرا شافت كروان وهو بيرفض انجي حماده وبيقول كمان ان الفيديو يا بتاع المطبخ مش هو اللي نشره حساب تاني على التيك توك هو اللي نشره وطالما مش كروان اللي نشر يبقى ما فيش تهم عليه ده على حسب فهمه يعني هو للموضوع هو حكى لمتابعيه كده على تيك توك وطلب منهم يوصلوا بساندرا يا ترى متابعينه عملوا معاه ايه؟ الحقيقة ان متابعين كروان اغلبهم مش فارق معاهم كروان مشاكل واغدين موضوعه بدحك وتهريك فيه فيهم اللي رد عليه وقال له اتحبس بس انت يا كروان واحنا هنجب لك عيش وحلاوة ملكش دعوة بساندرا ولا بحد تاني غيرها فيه من متابعينه برضو اللي شكوا ان حوار ساندرا ده يكون تريند جديد بيعملوا كروان مشاكل يعني رغم كل الظروف السيئة اللي هو فيها دي الشرطة بتدور عليه والنيابة مستنياه للتحقيق معاه وهو في نفس الوقت بيدور على التريند والشهرة ده ان طلع حوار ساندرا ده اي كلام ومش حقيقي اما لو طلع حقيقي فاحنا قدام تطور كبير في القضية وشكل الايام اللي جاية هيكون فيها جديد تتوقعوا ايه اللي هيحصل مع كروان مشاكل خلال الفترة اللي جاية وهل يتم الابض عليه وياخد ثلاث سنين حبس في انتظار ردودكم في التعليقات اشتركوا في القناة